اشتركوا في القناة استقبل رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش الذي سلمه رسالة تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقد مثل سيد خنوش جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس جواو لورنسو ونائبته إسبرانسا كوستاليوم بساحة الجمهورية بالعاصمة لواندا وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة لسيد جواو لورنسو بمناسبة عادة انتخابه رئيسا لجمهورية أنجولا وأعرب جلالته في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لرئيس لورنسو بموصول التوفيق في مهامه السامية إلى الرباطة في موضوع انبوب الغاز نيجيريا المغرب تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية تفاصيل هذه المذكرة الموقعة بحضور أمينة بن خضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في تقرير لرغد قابوري المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا السيدية وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية يوقعون بالرباط على مذكرة تفاهم تتعلق بأنبوب الغاز نيجيريا المغرب اتفاقية تؤكد التزام الدول المعنية بالمصاهمة في تجسيد هذا المشروع الذي سيوفر الغاز لجميع دول غرب أفريقيا كما سيتيح طريقا جديد للتصدير نحو أوروبا هذا المشروع جد مهم لإفريقيا لأنه سيمكن من مد 15 دولة بالغاز كما سيتيح طريقا جديدا للتصدير نحو أوروبا الأنبوب سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغارب الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية هذا المشروع سيمكن حقا من ضمان إمدادات التاقة الكهربائية لمنطقة غرب أفريقيا وعلى المستوى البعيد نتطلع إلى تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا وأساسا هذا هو هدف هذا المشروع المشروع الجديد ثمرة للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النجيري محمد بوهري مشروع سيمتد على طول صاحب غرب أفريقيا انطلاقا من نجيريا مرورا بعدد من الدول الأفريقية وصولا إلى المغرب هذه الخطوة جد مهمة للتقدم والتنمية هذا المشروع مستلهم من النظرة المستقبلية لجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نجيريا محمد بوهري اتفاقية من شأنها الرفع من تقدم قارتنا وعلى وجه الخصوص منطقة غرب أفريقيا أنبوب الغاز نجيريا المغرب مشروع استراتيجي ينتدر أن يسهم في تحصين مستوى عيش السكان وتكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر كما ستكون له آثار اقتصادية كبيرة على المنطقة خاصة في بعدها البيئي في موضوع آخر استقبل سيد عبداللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني صباح اليوم الخميس بالرباط استقبل سيدة إسبرانزا كاستيليرو لمازاريش كاتبة الدولة ومديرة المركز الوطني للاستخبارات بالمملكة الإسبانية بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن هذا اللقاء يأتي على هامش زيارة العمل التي تقوم بها كاتبة الدولة ومديرة المركز الوطني الإسباني للاستخبارات للمملكة المغربية على رأس وفد أمني رفيع المستوى وذلك لدعم وتعزيز التعاون المغرب الإسباني في مختلف المجالات الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك دولياً وبذكر انطلق تشغال الاجتماع الوزاري للمؤتمر الأفريقي الثامن عشر بشأن البيئة بمشاركة ممثل البلدان الأفريقية هذا الاجتماع يشكل فرصة للمشاركين لتقديم التوجهات السياسية من أجل مشاركة أو مشاركة فاعلة لمنطقة أفريقيا في الأحداث البيئية العالمية المقبلة تقرير لعثمان أطايري كي تعيش في عالم نقي عليك أن تحافظ على البيئة وفي هذا الصدد زينت عاصمة السينيغال داكار بالاجتماع الوزاري للمؤتمر الأفريقي الثامن عشر بشأن البيئة بمشاركة ممثلي البلدان الأفريقية من ضمنها المغرب الذي يمثله مجموعة من المسؤولين البارزين من بينهم وزيرة الانتقال التاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي سعداء جدا بهذه المشاركة في أشغال الاجتماع الوزاري للمؤتمر الأفريقي الثامن عشر بشأن البيئة وهذه الخطوة مهمة للغاية بحيث تأتي قبل انعقاد كابا السابع والعشرين المزمع عقده في شرم الشيخ بمزر مؤتمر نظم تحت شعار ضمان عيش الساكنة وتأمين استدامة البيئة في أفريقيا الاجتماع هذا يشكل مناسبة لاستعراض الفرص والتحديات البيئية في أفريقيا في فترة ما بعد كوفيد-19 كما يتعلق الأمر بدراسة مواضيع أخرى مرتبطة بالتنمية المستدامة على مستوى القارة كما يناقش المشاركون جعل المؤتمر الوزاري الافريقي حول البيئة أهم منتدى وزاري حول البيئة في أفريقيا أكثر قوة وفعالية من دكار إلى بريطانيا وبعد مسيرة انطلقت من قصر باكينجهام بدأت الحشود في المرور أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية المسجى في قصر ويستمينستر حتى موعد الجنازة الوطنية الاثنين المقبل التقرير لحمزة الخضر بعد ليلة مؤثرة أخيرا يصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى قصر ويستمينستر حيث سيبقى نعش الملكة الراحلة في أقدم قاعة في البرلمان البريطاني على منصة حتى الجنازة الوطنية ولدى مغادرته قصر باكينجهام صار خلف النعش أبناء الملكة الراحلة الأربعة الملك تشارلز الثالث والأميرة آنا وشقيقهما أندرو وإدوارد وصار خلفهم الأميران ويليام وهاري نجلة تشارلز على أنغام موسيقى بيت هوفن ومندلسون وشوبان الجنائزية التي عزفتها فرق الجيش مر النعش أمام عشرات آلف الأشخاص المحتشدين على طول المصار وهم يبكون كان النعش خلال هذه الرحلة التي استمرت حوالي أربعين دقيقة ملفوفا بالراية الملكية النعش وضع على منصة مهيبة وسيتمكن الناس من المرور أمامه على مدار الساعة حتى الاثنين قبل الجنازة الرسمية في كاتدرائية ويستمينستر دوليا دائما وهذه المرة في أخبار الكوارث الطبيعية حيث وظهرت بيانات أن عدد ضحايا الفيادانات التي لم يسبق أن غمرت مساحات شاسعة في باكستان ارتفع لما يقرب من 1500 شخص اليوم في وقت تتطلع فيه السلطات لتعزيز جهود الإغاثة لدعم الملايين الذين تدرروا من جراء الكارثة نهي لجراح تطلعنا على المزيد من التفاصيل في التقرير التالي أمطار موسمية قياسية وتغيرات مناخية قاسية راح ضحيتها ما يقرب من 1500 شخص وتدرر نحو 33 مليون آخرون من مخلفاتها بحسب آخر تحديث لحصيلة الضحايا قالت الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث إن عدد الوفيات بلغ 1486 بينهم نحو 530 طفلا مما يعني أن هذه الفترة شهدت تشجيل 90 حالة وفاة جديدة كما تسببت الفيضانات في خسائر تقدر بنحو 30 مليار دولار وخلال الأسابيع القليلة الماضية أقامت السلطات حواجز لمنع مياه الفيضانات من الوصول إلى المؤسسات الرئيسية كمحطات الطاقة فضلا عن المنازل وذكرت وزارة الخارجية أن طائرات إغاثة من الإمارات والولايات المتحدة وصلت إلى باكستان وتعمل الأمم المتحدة على تقييم احتياجات إعادة الإعمار في وقت تتطلع فيه السلطات لتعزيز جهود الإغاثة لدعم الملايين ممن تضرروا جراء الكارثة نعود للخبر الوطني مشاهدين حيث أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبدالله برباط أكد أن مشروع الوثيقة السياسية يتضمن رؤية للحزب أو رؤية الحزب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحكامة البيئية السيد أو الحكامة والبيئة السيد بن عبدالله برز خلال ندوة صحفية تحضيرا للمؤتمر الوطني الحاد عشر للحزب الذي سينعقد ما بين الحاد عشر وثالث عشر من نوامبر المقبل ببوزنقة تحت شعار البديل الديمقراطي التقدمي أبرز أن الوثيقة التي تسهر على تحضيرها أطر الحزب تتضمن تشخيصا عاما للأوضاع في مختلف المستويات وبالمدينة الحمراء أطلقت الدورة التاسعة لأسبوع إدماج الطلبة الجدد تحت شعار الإدماج من أجل النجاح بمبادرة من كلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القادعية تفاصيل هذه التظاهرة الموجهة لتحسيس وتعريف الطلبة الجدد بنظام التعليم الجامعي والتي تمنح الفرصة للطلبة المستهدفين لإطلاعهم بشكل مباشر وأفضل على تنوع أو تنوع وغنى الحياة الجامعية مع نهيلة الجرح لنتابع هي فرصة إدماج احتضنتها كلية العلوم السملالية الحدث جاء لتعريف الطلبة الجدد على نظام التعليم الجامعي وجمعهم بالطلبة القدامى عملية هدفها إطلاع الطلبة على حزمة من الضوابط والشروط المساعدة على النجاح الأكاديمي اللي كان جديد هذه السنة هو عندنا مجموعة من تكوينات اللي هي تكوينات جديدة اللي كتلامس كما قلت في الكلمات اللي التطور التكنولوجي والتطور الصناعي وكتلامس مهن الغات في المدرسة الوطنية للعلم التطبيقية سواء في مراكش أو في أسفي الأيروناتيك السيبر السيبر هذه التظاهرة الجامعية تسعى إلى تقديم شروحات الضرورية التي تهم نظام التدريس والهندسة البداغوجية المعتمدة في مختلف الشعب الحدث يهدف إلى إطلاع الطلبة الجدد على مختلف المرافق والمنشآت التي تتوفر عليها الكلية أستوديو من طراز رفيع اللي كان في إطار الشركة مع مؤسسة الوصيب والجامعات محمد الساديس بولي تكنيك في بن قرير هذه الأمور كلها كتهدف تمزيل استراتيجية للجامعة ورشات تفاعلية تقوم على إنجازها مجموعات طلابية عرفت توافد العشرات من الطلبة الغاية من خلقها تشجيعهم على الاستقلالية وعلى تحمل مسؤولياتهم داخل أجواء جامعية وضية فعالية وملتقيات هذه التظاهرة تتواصل إلى غاية الرابع والعشرين من شتنبير الجارية وعريديا نعلن سويسري روجر فيدرير مساء اليوم الخميس اعتزال التنس عقب بطولة كأس ليفربول المقررة بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الجاري بعد مسيرة أستوريات استمرت 24 عاما حصد خلالها 20 لقبا أو لقب جراند سلام إلى جانب العديد من البطولات الأخرى تقرير لعثمان نطعيري لقد عملني التنس بكرم يفوق كل أحلامي والآن لا بد لي من معرفة الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي كلام لخص المصار وللمصار طريق وما بعد الطريق تأتي محطة النهاية نجم التنس العالمي الميستر روجر فيدرير صانع الأمجاد في رياضة الهدوء وضع النقطة الأخيرة لمستقبله في عالم التنس السويسري البالغ من العمر 41 سنة قال كأس ليفر المقرر الأسبوع المقبل في لندن ستكون بطولة الأخيرة في ملاعب المحترفين سألعب المزيد من التنس مستقبلا بالطبع لكن ليس على مستوى البطولات الأربع الكبرى أو على مستوى بطولات المحترفين من يعشق التنس يعلم علم اليقين بأن هذه أخبار سيئة وبأن ملاعب التنس حول العالم ستفتقد ليد ليست كباقي الأيدي يد من ذهب ساهمت في تتويج سيدها بعشرين لقب في الغراند سلام ثمانية منها في ومبلدون وست ألقاب في أستراليا المفتوحة وخمس ألقاب في أمريكا المفتوحة إضافة إلى لقب وحيد في رولانجاروس قرار روجر هذا أكيد أنه كان سيأتي في يوم ما نظرا لتقدم البطل في السن لكن اليوم حسمه السويسري بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها في السنوات الأخيرة بحيث خضع لثلاث عمليات جراحية في آخر عامين وكانت آخر بطولة له بطولة ومبلدون حينما خسر أمام البولندي هوبرت هوركاتش في دور الثمانية وكيلان طيل وداعا في ديرير واختتم توم فورد أسبوع الموضة في نيويورك بعرض أزياء سافر بالحاضرين إلى الثمانينيات وتم تقديم العرض مصحوبا بأغاني شهيرة من ألبومات الماضي صاحبت عارضي وعارضات الأزياء لعدة ساعات وتميز العرض بإطلالات مسائية لكل من الرجال والنساء أبرز عبرها توم فورد مواهبها المتعددة في التصميم على هذه الأجواء وبصور عرض أزياء هذه الماركة العالمية نختم هذه النشرة شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة خياما لله